هذه أبرز العناوين أشرف حكيمي يتفاعل مع وفاة لعب الوداد أسما في اللوح لا يصدق مدرب ساندهونز يخرج بتصريح مفاجئ على جماهير الوداد قبل المباراة ياسين بونو لائحة الدول التي صوتت للحارس المغربي في جائزة ياشين والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس أشرف حكيمي يتفاعل مع وفاة لعب الوداد أسما في اللوح تفاعل النجم المغربي أشرف حكيمي مع خبر وفاة لعب الوداد الرياضي أسما في اللوح الذي توفي يوم الخميس إطرح حادث السير مروع وعبر حكيمي عن حزنه الشديد على وفاة فاللوح من خلال نشر صورة له على حسابه الرسمي على الموقع التواصل الاجتماعي تويتر وهو يرتدي قميص عليه عبارة الله يرحمك أسامة فاللوح وكان حكيمي ينوي إهداء هذا القميص في حالي تسجيله هدفا في مباراة فريق باريس سان جرمان أمام مومبوليا والتي أقيمت يوم الجمعة وانتهت بفوز سان جرمان بتلاتية نظيفة وتفاعلت العديد من الأندية مع وفاة أسما في اللوح من بينها الأهل المصري وإشبيليا الإسباني وبرشالون الإسباني وساندونز الجنوب الأفريقي لا يصدق مدارب ساندونز يخرج بتصريح مفاجئ على جماهير الويداد قبل المباراة قال مدارب نادي ساندونز الجنوب الأفريقي رولاني موكينا إنه سيركز على الجانب التكتيكي في مواجهة نادي الويداد الرياضي ومغادين الأحد بالدار البيضاء في نهاية بطولة الدورة الأفريقية وأقدم كوينة في ندوة الصعفية التي تسبق المباراة على قوة جمهور الويداد الرياضي مسترجعا ذكرية الموسم الماضي حين مواجه الويداد في نصف نهاية دور عبطة الأفريقية بمراكب محمد الخمس واعتبر مدارب نادي ساندونز أن جماهير الويداد من أكثر الأشياء التي يجب معرفة التعامل معها على أرضية الملعب وذلك بالنظر إلى تأثير هذا العامل على المواجهة الحاسمة ياسين بونو هذه لائحة الدول التي صوتت للحارس المغربي في جائزة ياشين كشفت مجلة فرنس فوتبول اليوم السبت عن تفاصيل التصويت الخاص بجائزة ياشين الممنوحة لأفضل حارس مرمى في الموسم المنتهي حيث حل المغربي ياسين بونو في المركز الثالث متفوقا على حارس المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز الذي جاء في المركز الثاني وحصل حارس المنتخب المغربي على 154 نقطة في التصويت فيما حصل الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز على 290 نقطة فيما جاء الحارس البرازي لإيدلسون تانيا بمجموع 197 نقطة وصوتت 15 دولة لصالح ياسين بونو في المركز الأول وهي المغرب وجنوب إفريقيا والسعودية والكوديوور وإسكتلاندا وفرنسا والهندوراس والعراق وإسلاندا واليابان وقطار وسويسرا وتونس وأوكرانيا وزنبيا وورد اسمه ياسين بونو في المركز الثاني في 20 تصويتا في حين ورد في المركز الثالث في 14 تصويتا ويعد هذا الإنجاز تتويج لمسيرة حارس الأصود الحافلة بالألقاب مع نادي إشبيليا والمنتخب المغربي حيث قاد الفريقين للتحقيق العديد من الإنجازات أبرزها الفوز ببطولة الدور الأوروبي مع إشبيليا ووصول مع المنتخب المغربي إلى المركز الرابع في كأس العالم قطر 2022 المطيع من أنفاق الشك إلى قصة نجاح مبهر مع الوداد كتب يوصف المطيع حارس مرمى الوداد قصة تستحق أنتروا داخل النادي إذ غادر أنفاق الشك ليلامس المجد بعدما حرق مراحل كثيرة في غضون أشهر قليلة وأصبح يوصف المطيع الحارس الأول الوداد كما اختير مؤخرا ضمن قائمة الناخب الوطني للمنتخب المغربي وليد رجاجي وتفاجأ جمهور كرة القدم ذاتيهم بخطاب اعتزالي كتبه يوصف المطيع حين كان حارس مرمى الاتحاد البيضاوي وعرضه على ملأ على صفحته بموقع فيسبوك في غشة 2019 المطيع شرح عيتية القرار المفاجئ لاحقا إذا أكد أنه عان من إحباط شديد بالسبب تأخر صرف مستحقاته المالية ولاحقا بعد التسوية أسامة في تتوج الفريق الذي كان ينفسه أقتها بالدرجة الثانية ببطولة كأس العرش على حساب حسنية أغادير في نوامبر 2019 وانتبه شباب المحمدي لوضع المطيع وسراعه مع نديه السابق فقرر أن يضمه وخلال موسم واحد نجح هذا الحارس في لفت الانتباه لمستوياته بالدور المحترفين ليقرر الويداد التعقد معه أبا تحارسه الثالث ثم الثاني لاحقا بخلف ريضة تغنوتي وبقي المطيع أسير ذكة البودلة لفترة طويلة بسبب تألق الدولة التغنوتي لغاية إصابة الأخير في مارس الماضي بقطع الأربط ليظهر في مرمى الويداد وينسو جعل من والد تألق حيث أسهم في بلوغ الفريق نهاي دور أبطال أفريقيا ولم يتوقع المطيع أن يحرق كافة هذه المراحل بهذه الصرع من حارث بالدرجة الثانية وصولا إلى المنتخب المغربي الذي يستعد لحلمه الأكبر التتويج بكأس الأمم الأفريقي المقبلة في الكودفور وتوهج المطيع مجددا مساء الأربعاء الماضي في تونس حيث أسهم بقوة الفتاءه للويداد لنهائي النسخة الأولى من بطولة الدور الأفريقي التصدى لركلة ترجحية حاسمة كما دخل المطيع دمن الترشيحات للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا مع مواطن هيسين بونو وفق ما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هكذا يخاطط الويداد للإطاحة بسانتونز ذهبا وإيابان أعرى بعديل رمزي مدارب فريق الويداد الرياضي لكرة القدم عن سعادته الكبيرة بوصول فريقه إلى نهائي دور الأفريقي بعد فوزي على الترجح التونسي بركلة الترجح في أيام نصف نهائي بعد تعادل الفريقين بهدف الليمتلي في مجموعة المبارتين وقال رمزي في تصريحات صحفية الآن بالضبط كل تفكيري منصب حول الاستمتاع بهذا التأهل ولو لفترة زمنية قصيرة وتهنئت جميع مكونات الفريق على مساهمتها في التأهل قبل فتح صفحة المباراة النهائية وضف كما قلت قبل مواجهة الترجح ذهبا وإيابا أن التركيز الكبير عامل مهم للتحقيق النتائج الإيجابية والكرة الحديثة تعتمد على التركيز وتدبير فترات اللقاء بدكاء هذا ما نجحنا فيه أمام الترجي بفضل مجهودة اللاعب والإدارة ودعم الجمهور وحول المباراة النهائية أمام ممليدي سانتونز الجنوب إفريقي قال عادل رمزي سنلعب أمام فريق لديه تجربة كبيرة ويعتبر كذلك من الأندية الكبيرة في القارة علينا أن نفكر الآن أن النهائي من مباراة واحدة ونكون جيدين في الذهاب لتحقيق ما نسعى إليها بعد تحقيق الأهم في الذهاب وتدبير المباراة كما يجب يمكننا أن ننظر للقاء الإياب هذه هي المباراة الكبيرة يجب أن نتعامل معها واحدة بأخرى ونركز على أضاق تفاصيل لدينا فريق بين الشباب والخبر والجميل أن الإنسجام دائما حاضر واللاعبون رجال واختتم سنبدأ التحضير للمواجهات القادمة وكلنا أمل في تحقيق اللقب وإسعاد الجمهور الودادية هذه أبرز العناوين أشرف حكيم يتفاعل مع وفاة لاعب الوداد أسما في اللوح لا يصدق مدرب ساندهونز يخرج بتصريح مفاجئ على جماهير الوداد قبل المباراة ياسين بونو لائحة الدول التي صوتت للحارس المغربي في جائزة ياشين اشتركوا في القناة